مدينة الدار البيتا اللي كيرجع اليوم الفضل في هذا الميساق لأنه كان عمل تشاوري واشتراكي منذ واحد ستة أشهر طبعا بعد وفاة الشاب اللي لكل كيعقل في منطقة البرنوصي بالضبط أكيد أن كتشوف وفايات كتشوف عهات مستديمة كتشوف اعتقالات الإنسان ما كان شخص يقلس مكتوف العيدي كانت نساقل ما قلت سابقا مع المسؤولين الأمنيين دي أمدينة الدار البيضاء وكان اجتماع أولا مدينة بوحد اجتماع في ولاية أمد الدار البيضاء مع السيد الوالي وسيد نائب الوالي كانوا جميع الأطراف المعنية بما فيهم جرين بويز إيغلز ووينرز ومجموعة درب سلطان تم الإنسان المجموعات النوات أكيد أن كل طرح المشاكل وكيفاش هذا الحقد وكيفاش هذا الغليان نتاقل من الملاعيب إلى خارج الملاعيب وأصبح يؤرق الساكينة بالخصوص طبعا وكانت لقاءات كانت نساق مع دي ستريكت دي المناطق دي المدينة الدار البيضاء ككل مع رؤساء المناطق بما فيهم مني كان قول المناطق يعني رايحنا مع رؤساء المناطق ومع المسؤولين للإستعلامات الآن ما أكيد أن جاءوا النوات كانوا حاضرين ومع المسؤولين للشاك سيلول لهذا تقريب وجهة النظار ورق عرف بالنسبة للإلتراس كان ذك تخوف ما يقلس مع الأمن وكذا وإنسان لكن الحمد لله لقوا أداني صغية أدان صغية لقوا ناس بأننا ناس بحال بحال في الفكر بحال بحال في هذه مننا وكانت ثقة متبادلة وأكيد أن كجمعية وحيدة اللي كانت حاضرة في هذه البديرة دي جمعية لوش الأخضر بمناسبة نشكر الجميع اللي وضع فينا الثقة مع العلم اللي ما راكم عارفين الجمعيات كيكون واحد الموقعف ولكن شخص شخص كأنا جفاري ما كان عتابل شخصي كرأي الجمعية ولكن كواحد من المواطنين كواحد من المشجيحين كواحد من الغيورين على هذا الوطن قبل أقولي شيء ولله الحمد وتكلل في الأخير بواحد كنخرج واحد البالاغ بل على مقابلة الديربي اللي كانت لعف مدينة مراقش كان توافق ما بين الفصائلين الفصائل العفوان الثلاث باش ما يكونش تنقل وبالفعل لأن ما حضروش لأن الكل كي عرف بأن الطريق سوف يكون نفس التيجاه للجماعير سوف يوقع شي 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 ما تقدرش تجزم أو لا تعرف شنو غيوقع لكن الحمد لله الوعي ديالهم وتقافتهم وصراحة نبغي نشكرهم نستغل لفرصة نشكر النواة أنهم قد المسؤولية وبعيدين كل البعد على ما يسئ للإلتراس لأن كيفما تشوف مؤخرا أي حاجة كتوقع كتسبة في الإلتراس نعم هناك كين مسائل اللي عندهم فارد والكرة مش كل شي لكن جماعير اللي هي عادية جدا وكتخلق البالبالة وكتسمع الإلتراس لذا بكونهم كعادة دي لجي نقول 30 ألف قادر اللي عندهم ما بين كيفما قلت الفصائر الرجاوية والويدادية العدد لا يستهانوا به باش توصلهم الواحد اتفاق وتقلسهم وتجمعهم ويطرادا ويخرجوا بواحد الميتاق لأن قادرة سابقة في تاريخ الكورة العالمية مش هنقول الإير المغربية أو العربية أو الإفريقية لأن مش بسال باش ديرواحد الميتاق عربية فصائلية معروفة وحتلات روتاب جد متقدمة على الصعيد الدولي لكل يعرف المسائل والإحصائية رواضحة سواء الويداد ولا الراجا الحمد والإحصال الحمد لله كان يتوافق وانتمنى وهذا يستمر بصريح العبارة اللقاء الآخر اللي كانت جراف في مدينة الرباط وكانت السيفزازات عبر التواصل الجماعي للأسف الشديد اللي يقول لك يشنج هذا الشباب مع العلم كينين بعض الصفاحات اللي اللي خلق الفيتنا والبالغ هذا موضوع آخر ما زال غادي ننظروا عليه أنا تكلمت مع الإخوان دي بلاك آرمي كتربطني بينهم واحد علاقة واحد إخوان ممينين واحد أخ عزيز ومناسب ونشكره وعطوني وعد بالليرة ما كينش شي وهذا شي لك يلوح واخرين لا علاقة لهم بالإلتراس وفاوا بالعهد خير ودالي اللقاء وقع داز في أجواء جد جد متميزة ما حصل لحتى شي أنسي وخير ودالي رأى الكل رجع سالم أكيد أن الميتاق ركن واضح وصريح وتخدا فيه وقت كافي الإخوان باش حطوه رمش حطوه غير وكاف رخدا ووقت كافي الميتاق الهاجس اللي كان يؤرق الجميع وهما الإطاق والغرافيت والبوشوار وهما اللي صراحة نجي ونقوله 50% 63% دي سبب المشاكيل تخدا قرار باللي يتمنع منع كل إضافة أي إطاق أي هدي من كيف ما قلت سابقا ما كان ديل تجموعات يجب يجب لازم كيف ما قلت سابقا لسيلول علاش شاك سيلول حضرات تايب في الجدي ما باش كي كون نسيق ما بين الرسم صار شاك سيلول على سبيل المتال نقوله المدينة ونقوله ضرب السلطان والأدين كتكون واحد الكون تاك بيناتهم نحن رح نغان نجم مرغوية تفاديا باش ما تكون ش واحد ما يتلاقاوش في نفس المكان وش نفس التوقيت تفاديا كيف ما قلنا لأن خاص وقت مازال خاص آمال آمال كبير خاص مازال يدر وآخيرا نشكر الفصائل قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي